قبل ان نشرع في حل تمرين اليوم اللي هو التمرين حطاش. اريد ان اذكر بعض الامور. من مفيد انكم تستغلوا هاد العطلة من اجل مراجعات بعض دروس الفيزياء والرياضيات. مثلا الدرسين الاولين في الفيزياء والدرسين اولين في الكيمياء. كان واحد قناة جوينة الاهم هو اننا نخدمه بشي طريقة مفيدة. ماشي كمية الخدمة ولكن كيفية كتخدم. لذلك حاولو نخدمه التمرين احد من بعد نشوفو الجواب انتعنا القرنة مع الجواب او لا يمكن لكم كذلك تخدمو التمرين الكتاب المدراسي. الحصة المقبلة سنجي استمرين رقم تسعة. وبنسبة لعندكم بشي اقتراح والشرح فقط الفرنسية غير كون فقط المصطلحات. او اللي يكون شوية ديالشرح مختاط شوية ديالعربية وشوية ديالفرنسية. كون فقط التعامل وشوية ديالعربية. ا ندوى با باقتوني ادد اف ما يكونش كنتامي ادد اف وفاش نحسبو الليمت لما اكس يقول ا ديال اف دو اكس سنلقاو ال واحد لغيال. نبدو مع هاد جزء اول لدينا بعدد د دو اف. نسبو ليبرد زیارة دو اف مانه اخش ب کیا تدmez كلا تائم اكسي طرف لا منةكة او دو اف. نحسبو للمت لما ايش يقول ازاران اف دو اكس. تساوي الليمت لما اكس يقول زرو دي الوحد على اكس عاملي لغاسين دي واحد زائد اكس ناقص واحد على اكس موان دومي يساوي الليمت لما اكس يقول للصف دي الوحد على اكس لك هنا من الوقت هنضربه في المرافق دي الى التعبير الى دربونا في المرافق غا يبقى عدنا واحد زائد اكس يعني هتكون عدنا هذا زيدر اوكاري موان واحد اوكاري ناقص واحد على اكس ضروبة في مرافق تعبير البسط اللي هو واحد زائد اكس زائد واحد هنا ناقص واحدة على اتنان ناقص هنا سنختزل بواحد موان زا هتبقى عدنا اكس ثم اكس اللي عدنا هنا هاد اعفوا اكس اللي عدنا في البسط وفي المقام هاد اكس كدري سنختزل بها فقط غا يبقى عدنا هنا غا يبقى عدنا واحد اه عفوا مش اه اه مش هاد اكس هنختزل بهاد اكس اللي هنا يعني ها يبقى عدنا لما اكس يقول زارو دو ان سور اكس عامل لي شنو غا نديرو نوحدو المقام بعد ذا دي لها التعبيرين دوك المقام واحد هو اتنان عامل لي واحد زا اد اكس زا اد واحد هنا اتنان هنا هتكون موان لاراسين دو واحد زا اد اكس زا ادوك موان زا اتنان نقص واحد هي واحد تعطينا واحد هاد اتنان خرجو هنا خارج الان نضرب مرافق هتعبير دونك تسابينا لما اكس يقول زارو دو ان سور دوز اكس دونك هنا نضرب مرافق هتعبير اعطينا واحد اوكاري ناقص لاراسين واحد زا اد اكس اوكاري دونك هتبقى ناقص واحد موان اكس. دونك هتعبير واحد اه لاراسين دو واحد زا اد اكس زا اد واحد الى اعطينا دو واحد زا اكس زا اد واحد دونك بتعطينا هتعبير اوكاري. نوك هنا نختاز الدي بواحد موان زا اقص لننمو اكس نختاز اللو ب اكس في البصل والمقام نوك عبقى لنموان زا. نوك عبقى لنموان زا. الان نعود. نعود بالسفر دونك تعطينا واحد زائد صفر واحد دونك زائد واحد اتنان وقار هي اربعة نضربها في اتنان تمانية دونك تساوينا ناقص واحد على تمانية. ومنه فا اف تقبل تمديدا ادمت خروج منبار كونتين ويتي او بوان زارو تقبل تمديدا بالاتصال في النقطة صفر. مادام طلبو مننا اعرفو دونك ندوا معرف بما يلي كن ما طلبوش مننا نكتفيه فقط بجي دو اكس كتساوينا اف دو اكس دي كل اكس ديفيران دو زارو. والجي دو زارو وجنا كتساوينا ناقص واحد على تمانية. دونك بنسبة لهذا لعدنا دا اللي معرفة بجوز اي دونك صنا فاش نحسبو بعدها عدنا صفر وده نتعمل دي دو اف. قلناه. زارونا باعة دي دو اف. واش نحسبو الليمت على يامين صفر. خلالنا نلقاه هي نفس النهاية. فاش نحسبوه الليمت على يسار صفر. ونلقاوش هي النهاية منتهية. قاوش لهم فيني. دونك نحسبوه الليمت لما اكس يقول زارو بلوس. زارو بلوس لكل اكس قطع من صفر. اولا اذكر بالنسبة للت الجزء الصحيح. قبل ان نتطلق عليها في تمانين اخرى. كان هتتقطع لكل اكس من اين عندك او دو اكس. اكبر قطعا من او دو اكس. موانزة واصغر او تساوي اكس. وكان هتتقطع فاشيكون عندك مثلا على يامين صفر او على صغر الصفر كتخدمك اذاك بها تقطع. دونك لدينا لكل اكس. دونك غنخدمه على يامين صفر. دونك نختار هذا المجال. زارو واحد. فاعلنا او دو اكس. او دو اكس نو كتساوي يعني لكل اكس من هذا الانتربال هذا. دونك اكس كيساوي صفر فاصل لشي حازه. دونك الجزء الصحيح من تعال التعبير هو صفر. يساوي صفر. ومنه مهما يكون اكس كي نتعمل هذا الانتربال زارو او او انا اف دو اكس. شنو كتساوي? اف دو اكس. دونك لكان او دو لاراسين دو اكس كيساوي لنا زارو. دونك غتكون كتساوي لنا فقط اكس. على اكس ناقص لاراسين دو اكس. نعمل نختاز لاراسين دو اكس. دونك او قاعدنا هنا على الاراسين دو اكس. ناقص واحد عملنا بها وختازنا بها. ومنه فالليمت لما اكس يا اول زارو بلوس. دو اف دو اكس. دونك ساوينا صفر. هنا كدلك خسنا القاو صفر. على يسار اه على يسار صفر هنا. اكسبت لامين صفر. دونك نحسبو الليمت على يسار صفر الان. لدينا الليمت لما اكس يا اول زارو موا دو اف دو اكس. كيساوي الليمت لما اكس يا اول زارو موا. كما ذكرت في تمرين سابق بمك هنا فس تضعه بصفر اتعطيك صفر على صفر. شكل غير محدد. انتش نغدير. عندك جدرين. تحصل على كل حدا. واحد ناقص اكس. باش تحصل كدلك هنا على صفر. دونك هتنقص واحد. هاد مواندو تفرق عليهم زائد هنا كدلك تحصل على واحد زائد اكس. دك اللي عطتك تعود تنقسمنا. تعطيك اللي عطي بصور تعطيك واحد. تعود ناقص واحد. على اكس. وتفرق اهم على المقام. كتساوينا الليمت لما اكس يا اول زارو موا. ديال هالتعبير على حدا. واحد ناقص اا اكس. ناقص واحد على اكس. دونك اللي ضربوناها في المقام دياله في المرافق دياله تعود هي واحد ناقص اكس. زائد واحد. دونك هنا نضربو كدلك في وغان نختازله. دونك هاي بقى عدنا فقط واحد ناقص واحد هاي تختازل هاي تبقى عدنا موا اكس. اه دونك زائد هنا كدلك تدر هنا في المرافق نختازل بواحد موا ازان وغان ناقص واحد زائد سينوس اكس موا ازان. دونك لا ضربنا في مرافق هالتعبير نختازل بواحد موا ازان وغان ناقص واحد دونك هنا اكس عامل لي لاراسين دو واحد زائد سينوس دو اكس زائد واحد. دونك هنا قنا نختازل بوا اكس مع اكس هنا دونك تساوينا الليمت لما اكس يقول زار موا ديال ناقص واحد على لاراسين دو واحد ناقص اكس زائد واحد وهنا زائد سينوس دو اكس على اكس ضربة واحد على لاراسين دو واحد زائد سينوس اكس زائد واحد. الان نوع عود هذا العودة بالصفر هنا تعطيني تساوي موا اين دومي لاحظة فاشك نعود ما كنكسبش ليمين. دونك يعني فاشك نكسب العدد هنا عادية تعطيني واحد وهدي ستعطينا دونك سينوس دو زارو هي زارو دونك تعطينا زائد ان دومي تساوي السفر ادن وجدنا ما يالي وجدنا الليمت لما اكس يقول زارو بلوس دو اف دو اكس ستكون كتساوي الليمت لما اكس يقول زارو موا ديال اف دو اكس كتساوي زارو اه الليمت للا ر ومنه فا اف تقبل ادمي ان بخولج من با كنت نويت او بوان زارو تقبلو تمدي دن بل اتصال في النقطة سفر ديفني كوم سوفوا معرف كما يالي جدو اكس كتساوي ما انا معرفة بجوز اين ستتكتبها تعبير ستكتبش هنا اف دو اكس كما هو الحال وبالنسبة لدي اكس ناقص او ديال لاراسين دو اكس على اكس ناقص لاراسين دو اكس اكوا قطعم صفر وجدنا الجدو زارو وجدناها تساوي صفر جدر ديال واحد ناقص اكس زائد جدر ديال واحد زائد سينوس اكس ناقص اثنان على اكس بوغ اكس اصغر قطعم الصفر. اذا شكرا لكم على المتابعة واينا ننتقي مع تمرين اخرى. شكرا لكم. عراج على الدرس اولا قرأوا الدرس. لان في عدة فقرات ثم تقرأوا الدرس عدد من رول تمرين فقرة بفقرة. مثلا تمرين الجدور النونية بوحدها. تمرين اه الصحيح وحدها. الاجتسال في نقطة. اه وهكذا. تمرين من بعد تمرين دلات الاركتونجون. عشان ترقلها. امكن لكم كذلك لو بغيتوا تساعدوا. شيء مثلا شيء قانوات لكي صرحات درس اه اللي نمشترك مع اصحاب العلم الجريبية. امكن لكم تساعدوا الفقرات اللي يمشتركين معهم. شكرا لكم على تابعونا. تقيمة زمن الخلاق. شكرا لكم.